جهاز توسعت نطاق الواي فاي في منزلك ديكو M5 من TP-LINK السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبكم فيصل السيف TP-LINK في العام الماضي أطلقت راوتر مش جديد باسم TP-LINK DECO الراوتر يأتي بثلاث أجهزة توزعها في منزلك لتزيد مدى شبكة الواي فاي الراوتر يأتي بمزايا عديدة مثل الحماية من الفيروسات وبرمجيات السايبر الخبيثة لمدة ثلاث سنوات والرقابة الأبوية التي تقدم العديد من الخصائص لحماية أطفالك وأيضاً تقدر تتحكم بالنتي يعني تشغله فوقات، تسكره فوقات تعطي صلاحيات جهاز محدد يكون موجود فقط لساعات محددة في اليوم أو حتى يجمع ساعات محددة يعني تخلص سعتينك انتهى استخدمتهم الصباح، استخدمتهم بالليل، هذا الوقت المتاح لك وكل جهاز من هذه الأجهزة تقريباً سيغطي 140 متر مربع يعني الثلاث قطع ستغطي لك مساحة 420 متر مربع ولا تنسوا، المساحة هذه تتأثر بالجدران والعوائق التي موجودة أيضاً يتميز الجهاز بالـ TP-Link Art أسلوب في إيصال جهازك لأسرع نقطة لنفس الإنترنت وإدارة نفس الوصول بشكل ذكي وسريع من ناحية العتاد، فالراوتر يأتي بمعالج 40 نواة وكل قطع من الراوتر مدمج فيها أربعة مقويات شبكة يعني أناتل، ويأتي بمنفذين إيترنت جيجابيت ويدعم تقنية الدول باند والتي ستعطيك إمكانية استخدام ترددين في الشبكة طبعاً التردد الأول 2.4 جيجا هرتز ويعطي سرعة نقل بيانات 400 ميجا بيت في الثانية الوحدة والتردد الثاني 5 جيجا هرتز ويعطي سرعة نقل بيانات 867 ميجا بيت في الثانية الوحدة وأيضاً نوضح أنه ليس كل الأجهزة تعمل على 5 جيجا هرتز ستجد أن آخر الأجهزة هي التي تدعم هذه الشبكة يأتي أيضاً الراوتر بمنفذ USB Type C يتوصل بالكهرباء ويدعم البلوتوث في نسخة 4.2 وعدد الأجهزة التي تستطيع تتصل عليه هي 64 جهاز ومتوافق مع بروتوكول IPv6 الراوتر يأتي بتطبيق متوافق مع أجهزة الأندرويد والآي او اس ومن خلاله سيتيح لك العديد من الخيارات مثل الرقابة الأبوية التي ذكرناها والتي من خلالها تستطيع تعمل بروفايلات وملفات خاصة لأطفالك وتحدد المحتوى والوقت الذي تريدهم أن يستخدمون في النت وتستطيع تحجب وصول الأجهزة عن طريق القائمة السوداء البلاك لست وتستطيع تتحكم بإعدادات الانتي فيروس وتقيس سرعة النت وتحدث الراوتر من خلال التطبيق من ناحية الانتي فيروس تلقائياً المفروض يتحدث بباتش جداً صغير في الحجم وبعد ما تخلص مدة استخدام الصلاحية حق هذا الانتي فيروس آخر تحديث يستمر في العمل فتلقائياً الجهاز سيصبح فيه انتي فيروس على التهديثات القديمة ومسألة ثلاث سنوات توقع كفيلة بأنه يصبح جديد من الميش نتوركس إذا احتجت من ناحية المزايا، وجدنا سهولة الإعداد شيء جيد حماية من الفيروسات وتغطية ممتازة في الواي فاي لو تكلمنا عن المساحة التي حددناها في هذا الفيديو من ناحية العيوب، التطبيق باللغة الإنجليزية فلازم تعرف إنجليزي صحة أساساً أنك تأخذ راحتك فيه وما يمديك تسوي له إعداد عن طريق الويب لأنه يجب أن تستخدم البلوتوث لعمل أول إعداد لهذا الجهاز ونهاية الفيديو وكل فيديو، هناك مجموعة من أجهزة الميش نتورك وحطينا لكم قائمة خاصة لها انت ترى الشيء الذي يناسبك، يناسب احتياجاتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة